اشتركوا في القناة 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 عدى ألفين الشهداء تسعال في مجراح يخامن لجوما لكل ثهد غزاث غال ذا الناري وعدا وصحيوني يميكاث وينق أملمسي هو أكنيسي هو يخدم اللبغيس يموريس عار حكيم خاسكن غزاث ساد يرثمورا جنس المن في موران قف كان أفوس عفث مثلنا عفثيس مثلنا الحكام يجران القيذ يجذوذ ننسن وذي وذي الزنزن في كرسي الحكمة غزايد يوسان يرثمورا جنس المن لاستعيشين بلا المكلة بلا غمان بلا الدول ما بلا تريسيتي غزاثي حكماً وعراباً سلموت من المعاونات وكتش متارا خاسكني لو بريد في مصر بلاد أتحرر أتحرر تحرر بل أتحرر جنس المنزل بلاد أتحرر في العراق، في سوريا، في فلسطين الشحالي بردان الآن، في غزة، ليس عراباً، في مورثن الطرق، في وحكيميس، أردوغان الآن، أما يظل، أثبت الغرثمان فلسطين قد يشتهي، على أي مسارة، أتباً، لاحقاً في فلسطين المعاونات، فتات مجربة في تركيا، فعدنا تزيد الى نارة ترسيثي، وأنا كنت تحبّو بأسفل حتى الآن، حكام به العراق، حسبني أنه أمان أصدقائي شكرا مرزمير نرا أذجن وقذاري حكما وقذات فيني نغزان ورتسجوا ذا قلع ذا التاريخ تاريخي تسارو كلش ذوينون سامحارا مرحبا يسون تكالتسنات أرنوفا ناغا فيني ذون اللي غاد نعضارها في غزان لكننا كانت فيema مرحبا Alliance أنتعاد حكام موتانات أهل الصفات ألاحكمت منهم قلعه أن يصل على حكم وحكومت لك من المشاهد للغزان يصل على آئتك وسنيني غزة نغسنيني فلسطين أقلنا عييهم أكوذنغ والتمثنغ وردة سي غزة أسنغذي تزورا السلام عليك ورحمة الله وبركاته وردة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخت وردة ما هي المستدجات نهار اليوم في القطاع هو آخر المستدجات أعلن عنه بأن هناك خرقا متابئة حصل قبل ساعات من انتهائها حيث أطلقت الزوارق الحربية السبينية ميرانها الكثيفة باتجاه شراط أرفح جنوب القطاع هذا الإطلاق اعترفت به إسرائيل وقالت بأنها أطلقت النار على بعض الصيادين الذين كانوا قد تجاوزوا الحدود المسمح بها للصيد من البحر غزة أما الأمر الآخر فقد أطلقت للطائرات أيضا بدون طيار صاروخا باتجاه مناطق قبالة النار بالبحري قد يكون هذا الصاروخ تحذيري تنويدا لتدمير هذا المكان بعد انتهاء ساعات التحذير وأنه أيضا من حفير النهائية للشهداء وألفة سماء وخمسة واربعين شهيدا حيث انتقى بيوم أحد الشهداء متأثرا بالجراحة التي أصيب بها خلال الحرب نعم ورده ما هو الجديد فيما يخص المفاوضات؟ والله يعني هو يعني آخر ما أعلن عنه ما أكده عزام الأحمد بأن هناك تقدم اعتبره بأنه تفيد في المفاوضات لكن الفجوة لا زالت كبيرة بين الطرفين يعني عبر الوسيط المصري قد يكون ما أعلنه الأحمد بأن هناك تقدم تفيد هو ما قالته صحيح فيديوهات أحلمات بأن الإسرائيل قدمت بعض التسهيلات في كبير إدارة الحصار على غزة وتنظيم الحصار والتخصيص قليلا من الحصار وليس هدفه فك الحصار فعلى كبير المثال هي اقترحت أن إدخال 600 شاحنة بدلا من 250 يوميا إلى القطاع المحملة بالبضائع القادمة من داخل القيام عبر معبر كلم أبو سالم لكن هذا الأمر قد يعرض حيث سكان إلى مآل يعني غير معروف ومجهول خاصة بأن إسرائيل تعتمد نظام الإرقاب الجماعي في حال قامت المقارمة بالإطلاق صواريخ أو تجاه أي معركة قادمة أيضا هناك ديادة عدد التصريح المسموح لهم بالخروج من قزة للبضة الغربية والقدس في محاولة إسرائيلية لاستبدال المماري الآمن الذي طلبته المقاومة بأن تخفص خليلا أو تعطي تصريح مزيد منها التصريح المواطنون بالدخول إلى القدس والبضة الغربية لكن نؤكد أن معبر بيت حنون هذا المعبر الذي لدينا للمواطنون التنقل عبره هو تحت سلطرة إسرائيلية بالكامل الكثير من الواطنين عندما خرجوا من قطاع غزة حتى بهدف العلاج أو مرافقين لأبنائهم أو أهليهم تعرضوا بالاعتقال والتحقيق والسؤال عن بعض الأمور الخاصة بالمقاومة التنسيئ تدريجي للصيد كما ذكرنا قبل ذلك لفدود معشى المواطنين وألضا من خار مواد البناء هذا كل ما يمكن أن يقال عنه بأنه تقدم طفيف كما أعلن عنه الأحمد أما قلت عبد الكريم فقط قال بأن هذا الأمر لا يعتبر إنجاز للشعب الفلسطيني على قدر ما ضح به الشعب الفلسطيني حيث قال بأن هذا تنظيم للحفار وليس رفعا وفقا أكيدا لأمر الحفار نعم أخت وردة هل صحيح فيه ضغوط عن الوفد الفلسطيني فيما يخص سلاح المقاومة؟ هو ما أكدته العبارة المترية اليوم بأن أمر ونزع سلاح المقاومة لا يمكن أن يطرح جملة تصيلا على طاولة المتعوضات أمر نزع سلاح المقاومة هو مرفوض بشكل كامل من الوفد الفلسطيني ولا يمكن أن يحديث عنه وفي حال يحديث عنه قال بعض المحاجمون هنا بأن الوفد الفلسطيني قد يغادر القاهرة بلا رجعة يعني لأن هذا الأمر لا يمكن أن يكون التفاوض علي وكما أكد أن بيادة المثالة نائد الأمين العام للجهاد الإسلامي سابقا بأن الضمام الحقيقي لهذه المتعوضات ولتطبيق هذه وقت إطلاق النار الشام الذي سيؤلم أو قد يرى النور خلال أيام هو الضمانات الدولية وسلاح المقاومة فلا يمكن أن يكون سلاح المقاومة ضمن قائمة التفاوض إطلاقا نعم أخت وردة ماذا يعني للفلسطينيين فوز طيب راجب أردوان بالانتخابات الرئاسية في تركيا هو يعني تركيا بمواقفها وجمعياتها أيضا الخيرية العاملة داخل قطاع غزة وأساطينها البحرية التي تقدمت إلى شواطئ قطاع غزة وما قدمتهم الشهداء في معركتها الباحثة عن فريد قطاع غزة هذا كل ممثلة الكثير للشعب التفاوضي طوال سنوات الحصار هم يحتلون مساحة شعبية واسعة هم في قطاع غزة الجمهور التفاوضي يعتبر أردوان هو زعيم كياسي وطني حر بانتياز هو من أحرار العالم هو الذي وقف إلى جانب الشعب الفرنسي في الوقت الذي تخلط عنه كثير من الأنظمة العربية هو يرى فيه نفسا إسلامية يمكن أن يتحد معهم في لحظات البيت وفي لحظات الكرب هذه التي عيشها للتكثير عنهم نؤكد أن ألبا تواجد هذه الجمهورية الخيرية داخل قطاع غزة الخاصة بتركيا أعطت زخما كبيرا للشعب التركي والتضامن مع هذا الشعب فوضي أردوان قد يعني لغزة الكثير وهو أن يتمكن أردوان في خلال فترة سرقصة لرئاسة مزراء مجددا أن يخرج جرحة قطاع غزة كما وعده وذلك أن يفعل أسطول جوي لإخراج جرحة قطاع غزة قد يعني داوم تقديل المزيد من المفاعدات وأن يكون حاميا وحاضما للمقاومة كما أعلن أكثر من مرة وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني ضد هذا العدو وقد يعني ألضا يعني هو مزيد من التحديد للجانب الصيوني خاصة بأن سياسات أردوان لا ترق لإسرائيل وليفامعين القرار والسياسين داخل القيام الصيوني نعم، وماذا يمنع الدول العربية أن تقوم بمثل هذه المبادرة؟ وما يمنعه أكيد ارتباطات بأزمدات قد تكون معننة كما نعلم في بعض دول المحيطة بقطاع غزة وبفلسطين بشكل عام وهناك أزمدات داخلية مرتبطة بتجارات عامة ومرتبطة بأوضاع أمنية معننة هناك أيضا ارتباطات استخدارية بينهم لا يدركها إلا الأطحاب المسؤولية الاستخداراتية والعذكرية هؤلاء هم من يدركون لماذا؟ لا يتحرك الزعماء العربي اليوم لإنقاذ قطعة غزة رغم أنه قطعة من الوطن العربي يعني نعاني من صمت شديد تجاه ما يدور وما دار من مجازل داخل القطاع ما يعنيه هذا الشعب الفلسطيني هو ما لاحظناه خلال مواقع التواصل الاجتماعي من حديث الناس وأيضا عبر الشوارع لم نلاحظ أحدا ناشد الدول العربية خلال الحرب غزة الشرفة على فكان غزة المبنيين كل ما كانوا يقولون هو أحد من الله ونعم الوكيل وأكد أن ما يمنعهم فقط هو التواصل بأجندات خفية بينهم وبين هذا العدو وأيضا هذا لا يمنع وجود يوبي صهوني داخل الدول العربية وضغط على الأنظماء التي لا تتحرك تجاه ما يحدث في قطاع غزة نعم أخت وردة فيها السلطة الفلسطينية تقدمت بمبادرة للجامعة العربية تطلب منها يعني تدعيمها لحث الولايات المتحدة أوروبا، صين، روسيا ودول العالم على إقامة جسور برية وبحرية وجوية لإيصال المساعدات إلى غزة فما هو أرد الجامعة العربية؟ هو هذا الفرح تقدمت به السلطة اليوطنية الفلسطينية مع تأكيدها المستمر بأنها مستعدة لأي قيود قد تفرب على هذه الجسور وأي مراقبة عربية يمكن أن تحقق للشعب الفلسطيني المتنفسة يمكننا من خلاله أن تركز هذا القطاع مما حدث به من دمار كان هناك آمال كبيرة بناها المحللون الاقتصاديون هنا حتى موضوع الميناء بأنه قد وصل 50 ألف فرصة عمل قد يكون هناك صادرات تخرج من قطاع غزة إلى دول أوروبا وإلى الدول العربية سيكون هناك تحسن بلغ مداهم 200% من الوباء الاقتصادي داخل قطاع غزة هذا كله من شأنه أن يخطط الكثير عن قطاع غزة أما رد جامعة الدول العربية أنا لا أعتقد أنه سيكون ثوري ولديه اتجابة حقيقية سريعة لأنه يرتبط بأمنهم القوم كما يقولون كل مرة يحتاج إلى دراسة عميقة وإلى دراسة مفصلة في هذه الجسور من ديرها وكيف تتدار ومن العاملين فيها وما هي طبيعة المواد التي قد تدخل لأن إسرائيل لا زالت تقول بأن أي جسور بحرية أو جوية أو برية قد تكون بين القطاع وبين أي دولة حتى لو كانت أوروبية قد تستخدمها المقاومة لإدخال وسائل القتالية أو لإدخال أسلحة لقطاع غزة الأمر ليس سهلا الأمر سيخضع إلى تداول كبير عربي وإلى ضغط صهور كبير في حال أن نقصد هذا القرار وتعلم بنية هذه الجسور نعم أخت وردة سمعنا أن الأمم المتحدة عينت ثلاث خبراء للتحقيق بانتهاكات غزة فما دور إسرائيل؟ هل إسرائيل تسهل القيام بهذا العمل للجنة؟ ومعنى أن إسرائيل الآن تحاول نزع الشرعية عن هذه النجام بمعنى أنها تحاول أن تفوض قانونيين يؤكد لجانب الأمم وللدول التي قد تكون أبثلت بعثات تحقيق بأنها لم ترتكب جرائم حربي يستهدفت قواعد عسكرية للمقاومة يستهدفت تنظيم في النهاية بعض المحلولين العسكرين قال بأن إسرائيل قد تحتمد بأنها تحارب تنظيمات في الشوارع التروسلية وأن نكبة الخطأ والدة هذا كله قد تتخذ إسرائيل مبادرا عسكريا في حال تقدمت هذه اللجان إلى قطاع غزة أو حتى دخلت إلى الأراضي المحتلة لقابلة وفود صنونية للحديث حول المجازل المرتكبة ما عليناه أبداً خلال تترك الحرب أن إسرائيل لم تترك إلا بسطة مجازل وهي اعترقت بأنها ارتكبت أخطاء عسكرية لقصها المدنيين مطمئة فقط من الستين أسرة التي أبيضت بشكل كامل داخل قطاع غزة هي لم تعترف إلا بكلاف أو ست أخطاء لها في هذه المجازل هناك مراوضة إسرائيلية يصعب على نجد التحقيق أن تكون بدورها خاصة مع الهجمة الإعلامية التي تحضرها إسرائيل لنزع الشرعية عن هذه اللجان التحقيق في المقابل لا بد للقانونين العرب والأحرار في دول العالم حتى الأوروبيين والأتراك وإلى جميع من يهمه الحرية للإنسان في الوطن وفي العالم بشكل عام أن يتقدموا بالقواصلهم وبطاقاتهم إلى قطاع غزة ويقوموا بإحفاء كل المجازل التي حدثت في قطاع غزة ونقشرها عبر الإعلام بصورة مفصلة تضليعاً للفرصة وتصويتاً للفرصة أمام هؤلاء الصعينة للمحاولة الحشب الإعلامي اليوم لمحاربة هذه اللجان القادمة إلى قطاع غزة قريباً نعم أخت وردة وماذا عن الوضع الإنساني؟ هل فيه المعبر رفح؟ هل فتح هذه الأيام؟ قبل المعبر رفح أنا لا يجب أؤكد على معاناة المزحين بأنها مستمرة لازالوا في المدارس لازالوا وضع الناس الذين دمرت بيوتهم على حالها وأؤكد أنه ليس هناك رجال لإحصاء الدمار في المنازل تحديداً في المباني لم تنزل على الأرض لا من الأمم المستحدة ولا من مؤسسات حكومية ولا من جمعيات خيرية كل ما يقبل للشعب السلسطين اليوم هو مواد بسيطة مواد إذائية بسيطة وبعض الأذية والفراش الذي يمكن أن ينام عليه أما حتى الآن الوضع على حاله بالمثال مع برفح كل شيء مرغول بالمساوضات الجارية حالياً في مصر مصر لازالة التعامل بنفس السلسطيني وكأنها تضغط على الجانب السلسطيني باتجاه تنفيذ هذه المبادرة وباتجاه الموافقة على تلك الشروط وإلا سيدفع كما ذلك مضيباً من الجرحة ومن أرواح الجرحة الذين ينتظرون أدوارهم في العلاج أكدت الضبط أيضاً أو من بعض المصادر المطلعة في منصف الشفاء بأنه لا يخرج من الحالات إلا حالة أو حالتين أسبوعياً قد يحلق الحظة تغادر إلى الأردن أو تغادر إلى تركيا بتنفيذ مع تركيا أو تغادر إلى مصر لكن هذا الأمر غير مرغب فيه لدى الجرحة التلسطيني قاصة بأن هناك إثاءة التعامل مع الجرحة التلسطيني طبيياً حيث عادوا بجروح متعافلة من هناك نعم أخت وردة كنت معنا من غزة شكراً لك أدنو غلاري مثلاً محمد محمد سليض إي وردة سليض دشود النار يعني مصر غير مرغوب فيها يعني وقد نك جرحة تقار تصروحون تسوغالنت سلجروح نسن متعافلة يعني دشوك جاني مصريين صوضاً نمانسن الحد وينثال الكرة في فلسطينينا محمد بس الله مرحيم أسلام أنك يا حميد أسلام سلم قرنوك أدنو غلاء الجهة المصر مثلاً يدجى فلسطينينا محمد بلقى أنفهم ثورة أنا بيكتفن مصرني نعم دي السيسي قتفن مصر دي السيسي دي بونسار سنتديني خطر أمكيد نخدم كران التحاليل كمزوارو إزرايل سعى خارط طاريخ النص نعلى جونطيني نص باش تسوث المقاومة نعم سعى ناجونطا ولكن دي لوقت أني نمورسي سيقسني إنديكتف مورسي وتزميرنا تسوث خطر زران باللي هذا اللي انتيبور هذا روح نمد نسينا باش أدفك نفسي وقدود نغزا أدفك نفسي نعمل من دي لوقت نعمل من دي لوقت مورسي بويند السيسي وقد كانت أدفك نعمل لأنه كانت زراني لقى حقيقة نتخميم في السيسي مما تسلي لانستابلية الجهة لمصر ما يلي الحرب ما يلي الحرب دونك السيسي تبوثي سيتاناتو كيوتيليزي المصرحة لإزرائيل يعجم إذن لي لقوة الدول الحاجة نسي سير يقى حواج الشعب أخذ مناس الشوروط أريع قالين باش يلحق شطح لقوة إنها شطح الدول الجهة دونك وقد دفكانوك تحاليل مصرقي لا يعوّلوا عليها إزرائيل تضراب اللي داشو راتيني مصر أسل حسي سمصر سي بورسال مفاوضات خدمتن ذي ثماناتاني تولي شون توليك مثلنا حميد باش أدس الحاجة سي مصر نقولي ما دل حضر تولي نحكارها في الحقام مشاف شعوب وشي غراد داس الحاجة حشان ما إزرائيل لا تحسو باللي وتزميرها لا تكمل تفغاد فى سوى ديزان سي الحرب كيف ينماج ونورة بالأخطر لو كان وتصرحوا وتفغاد فى مفاوضة تسكمل تسوى أكدو دان غزة خطر لو كان أدن فكنات إجا كماتنا حميد أشوار أدنسق سياه هل طرح إسرائيل تربح سماتي الجهات السرسيث من الناحية السياسية بوليتيك ماليشان الانترنسونال وقل فول تسكيتي ياهل طرح تربح نخطر مدنا تصفغن بارتو مدنا خدم مدنا تصفغن بارتو سورة ونماريك تيمور بوسمية الأوروباد تصفغن خدم لبرا 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 لنمو دونك لو كان تكمل لك كد كم للمدنا فى دي بواند دفع ايكونامي كانت طرح ايكونامي هناك الحقيقيات التي يتصاب loot إسرائيل وإنها أكثر محسرا من الأشخاصية يتصابعون معهم، هواهم يتصابرون إسرائيل مدموجسة في أحيان الهدفون والحادة، يتصابون بالأسبال في الحقيقيات يتصابون إسرائيل الأيام لذلك المنظرات الاقتصادية . نظر مقاوفة من ذلك الى الاقتصادية. لتوقعتني إزرايل ازراه CIVان وكما تنفسها. لذلك حتى الهاتف مالسكولة من ملف وكما تخبر فيديوه تغطي أن تستعرض كم ترموهه التي يقوم وضع الم BLMات لذلك نحصل إلى القوات. لذلك لا يمكن أن تلعب في السلاح. لأنه عندما تلعب في السلاح، يجب عليك أن نتعرف فيها كما تلعب في إجراء الأجندة ، وعلى إجراء الأجندة من القوات ، و ليس لك و لم يكن من معرفةه و لأن يسأل الجهو بالنسبة لتحضير المتجارات لذلك لماذا؟ هناك طيب رجب أردوغان يوثد تسلق صحة السيسية؟ لا يوجد طيب رجب أردوغان أسنس الحقسية في السلام وأسنة أربطي أحفظ نتسمي دي هادار إنه يس تنكونا باكونا بريلا كيشتون سما باليستينيان وفي همارة العمقين سداشوث ونزمارة دي هادار تسام سالت بوين سلمان ماشي تسام سالتي غزاويا بارسكو غزاثورا مالات من صلاة دوك المقاومة نامات من صلاة ديك الحركة الحامسة كيني نكوني اندفع غزاويا لكي المطاليب ماشي حاشا غزاسي تطلب باليستين ذي القدس بالمسألة دي هادار الله سبحانه وتعالى سيتين كيستيون دي اسلام كيستيون بوينت سلقا عني سميث ويقوهران لقا عكي سمان زران باليوهران اسعى الله شون دارس ديث والله ما يقيم يونو باليستيني كيستيون دي طان ولكن الله سبحانه وتعالى يخذ من الشغاليس ما تفدد التسوعة تدازن ادازن نيرغازن ما رفد نيرغازن وزمير دارة وزمير دارة تفدد دانزاتي بورغازن سي بورساتورة سلجها الأردن سعان ضمانة سلجها المصر سعان ضمانة دونيثوك استفرجات سولادك ماتنا حامد أوروبا حاشاوال لوني حاشاوال المريكنا حاشاوال نندد نندد مياباد بريسون ما شارعوني يفددن تلفون سينا غرات نقمر الشي مشطاح غرات سهود ميخامي سوسمثه لاش بارسكو هم كدنا وتماتنا ورده للوبسيوني سي لحقامي تسي موربا عربن يطفقو لشي لانك سي دفيسي موضوع ونحشل المساعدات. إنه كيف ريضا قنا نشقها عثنتها حقاً من سن وسن تصل جمعية الترثمات لتركيا حقاً من سن بشاطروا حنسيبور ديفي. نعم. المبادرة يجب أن لماذا تمرت بارة من أن تكون سلمين يجب أن تكون لتركيا لتخدمين. نغاين نتسل سمحي. أشي ميق لتركيا تزمرة تودار ذي المعاونة ثقينة في الدوين مجرح. تفتت السبات؟ أم اسمي ديوسو أردوغان أقمتنا حميد. كيف يلا في أردوغان؟ أردوغان يساعد الحفز بمد يفاق إلى كمانسي أقوم بطع اسميس الكوريبسيون. إكسوك ويقاذني نلم الحفوث ويقاذني إكتك أن أفوس تفتترى في أردوغان تفتترى في أردوغان في أردوغان أردوغان تلك السبات أردوغان 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 تفتترى بشكل مقاومة أردوغان 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 من المنظم أردوغان فرحاتي. ادنو غالر انسقر داشا. اني يعنى ان اغزاد عني. اكود نارجي ماثنا حسن فرحاتي دي تزوال سينيق. مرحبا يساك عسلام. مينك حسن? ازوال فلوان مرحبا يسون. السلام وعليكم. وعليكم السلام وعليكم. صورت وقت واشو ليني ارا وسنك بدنا را ويني مصرخات فلوان. اقل عقيد وون. اه حسن اجمان كنين استجادنا ادن اهدار اف غزا. ادن اهدار امكي يعني غزا يعني ترنت ذي ثمناط غلقن في اللاس. غزا يديو سان جيرت مورا ببارا ذن. غزا يديو سان جيرت مورا جنس المن. غزا وسارة دوا وسارة مان وسارة المكلا. غزا تشور دي مجراح. يعني الساقين ينتوالي لا تركي ذنتث يعني مشيتامورت ببارا ذن. ولكن ذنتث خاسك ذنتظر في غزا. اذن تستيسي في كانفوس غزا. ديشو يعني جنتي مورا ببارا بين ماشي نهتيت يمزوران غدخل. متينك يدخل اللا تركي. يعني تزبران دي نمسخة في الاول. اشهاد يعني اكما تناول اغزا عقيني سنضرون بهين شو عغطاس. برس كوني كوني اغزا ما نكون سوى شو لينجيدي بان نران. تحسوا وينجي خوشونه هني خاطر ايب اغزا نسان ديب اغزا للنوب. يعني اشكاد نوال اه اردوخان اردوخان سيبا باشي دام باشي دام باربطان زوارو بي تخدم. الكيسن افقا. نعم. تولي بووار اراضي. اشكما الحسن... او كان سوى شو عقل بمي باشي دام باشي دام باشي دام باشي دام باشي. اشكا فعلاق هذه الملكة لدخوله لم يكن الإستمارة حيث التجريع عن محدد هذه الملكة ومعرفة بشكل الأن ورد الملكة على الناس سمعت مبارك الله وفيك أحسن. نرى أن نوالاً سيسي نغنوالاً مصر إف الدين يثبد ونوالاً المفاوضات تغيين يضرون دينا اللندكس الضغط في الوفد للفالسطين. يعني همكي يهتواليض لذنير بارسكني هنين الفالسطينيين نوغين السرسن السلاح في الشرده إزرايل إزرايل توهين أتخذ من الشروط يعني أتخذ الشروط من فالسطين إمين مزلت طفل السلاحيس. يعني همكي كتواليحسن للسيناريو يديه الدون؟ يعني ستافي نورمال ستافي نورمال للي بالسطينيين تصونار السلاح بسكو يتالو غير في ريان كنيد دي داني داني سيكوني داني كارنت داني 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 ترانت ستافة المبارسات من الناس ثانية من المبارسة حدريت لدينا إذا دعائم يتحدث يتقدم ليسما نعم أيضا نفسه أمامه هذا النساء. أحسن ، ماذا إذا كانت ذكري من المباركة الديل الزائر؟ أثناء أن تظهر بأن تنظر بحثيث عن الثمساء الغزاء يمكنك أن تزايرون مانونينيسية ومانونين ومانونين. الأثناء يمكنهم أن تزايرون الزائر ومعاركة الغزاء فقط لنذهب على حكام الضارة التي تفعلون أشتغلهم؟ ماذا إذا كان مستثمر بحثيث عن الزائر أدو أن يجب أن يزايرون الزائر لأنه يجب أن يكون مباركة. أصيبنا يستعرض أننا سعيدا و نستخدمنا الكثير من الاضيابية كان على تكلمنا المتحدة في الدورية في التنظيم في التنظيم الأن أصر في السنة المتحدة تنظيمنا هذا الاضيابية الذي أحضر فيه ثم، كايلي، سان، اه القضاء اي منذ �ارجة ا فالله مساوضلت ان اظن في إضاءته نحتاج اي منهم ك plugin ثم أنني ادرافرها تدرى خذقت المب Shen 40 وماذا هذا اكترى، فإن ط consultants احترى خذة الكلمات نعم. بارك الله. أحسن، إذا كنت تتعالى في فالسطين، ونزرع بالليدي لجهة دوانيخوص، تريسيتي الدفوع ثلاث دفوع ولاش، أمن خصن، يعني يمجرى حاقين يلاقا سن أذفو نرسل بطمورا بشات ذاوين. إذا كنت تتعالى بشكل مريمانيس بشاك نتظر من نفريد يمجرى حاقين وهناك السوفان دار ذاوين. علم الشارع وهناك السفريات في مجرد المستقبل في النساء الأشياء وهناك السفريات التي ينتظر بها. نعم 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 بارك الله فيك حسن ووجدك مثلا حسن فرحاتين دانا غمسك زرفاني بمدان اللي دا كودنا عصير زير سنغتانميرتك ثم قرات حسن اكوذنغ الأستاذ نهاد شيخ الخليل واقين سي غزة لتزورة سنغ السلام عليكم أستاذ نهاد عليكم أستاذ نهاد هل ممكن تعطينا نبذع المفاوضات مع الكيان يعني مفاوضات الفلسطينية مع الكيان الصهيوني نعم هو للأسف الشديد لا يوجد معلومات حول ما يدور في المفاوضات ولكن من خلال يعني تتبع ما يتم تسريبه من سائل الإعلام وكذلك مثال خرائف وكذلك من خلال كراءة يعني الأطراف المسلسة أنا أعتقد أن يعني المفاوضات هي مفاوضات صعبة للغاية الطرف المصري في بدايتها كان واضحا أنه يبرط نقار سلسطينية بشكل كبير جدا بعد أن تبين لجميع المفاوضات السلسطينية رغم كل الألم ورغم كل الجراح قادرة على أن تضرب العدوان فحدث بغط التغير إضافة إلى عند الإسرائيليين مطعير فوق المصري ثانين عندما وصلوا إلى هذا السلتاج من المفاوضات مطول الألم مطول الجراح قادرة على المواصلة حدث تغير في مواقفهم خيارات أمامهم خيارات أقبله بإعلان حديد بإعلان حديدتهم أمام المقامة السلسطينية بمعنى من أجل كما يقول تحقيق الهدوء لسكان جهود سلسطين المحتلة هذا الهدوء لم يتحقق وبالتالي ليس أمامهم إلا أن يكون لدينا عملية اشتبال كامل لقطاع غزة وهذه عملية مرهقة ومكلفة وقوية وغير مضمونة للنتائج لذلك الآن المتواجات رغم ما أتوقع من صعوبة بداخلها أتوقع أنها ستتصل إلى نتائج ترضي المقاومة وترضي الشعب في الله بالعالمين نعم أستاذ نهاد التاريخ علمنا أن المفاوضات سامع سامع أستاذ نهاد لو ترصى صوت شوي أستاذ نهاد سامعني آه سامع نعم قلت باللي التاريخ علمنا أن المفاوضات المباشرة تأتي بثمار نعطيك مثال يعني المفاوضات بين الوفد الجزائري إبان حرب التحرير مع الوفد الفرنسي آتى بثماره فلماذا نحن نعلم أن المشكل هو مشكل فلسطيني إسرائيلي فلماذا لا تكون فيه مفاوضات مباشرة بذلك أكثر من سبب وأولا أن المقاومة لا تعترف بحق إسرائيلي في الموجود هذا واحد الثاني هو أن السلطات الاختلال ومن خلال شراكتها الاستراتيجية وهذا يجب أن يكون راضحاً مفهوماً مع نظام المصر هي تعتقد السلطات الاختلال أن دخول مصر على الخط يعني أفضل وأضمن لأن النتائج أن المصر تتحكم في معبر رفح تتحكم في الدخول والخروج في فلسطيني لذلك أحياناً المفروض عبر وفريكا تأتي تأتي بنتائج جيدة تفطت تبادل الأسرة كل صفقات تبادل الأسرة التي حدثت في تريفة السلاح الإسرائيلي أو اللبناني الإسرائيل كلها حدثت عبر وسيط عبر طرف ثالث وكلها آتت يعني أو انتهت إلى مكارش إيجابية ومرض لطموحات المقاومة سواء الفلسطينية أو اللبنانية أنا أعتقد يعني بالذات مع الآن المفاوضات أنا أعتقد أنها وصلت إلى مرحلة ستأتي بنتيجة وبالذات وقال وجه التخليد وهذا يجب كونكم إعلامي رسل من لندن أن يدريكم كل المشاطاء العرب والمسلمين وأحرار العالم التحرك الذي حدث في أوروبا أن مظاهرات المائية التي تحدث عبر بعض الشراء على بعض الموانئ الأوروبية على ساحل المتوسط بتسيير وصول حرية هذا كله يدرط على إسرائيل ويدرط على مصر أيضا لتحسين التعامل مع المقاومة السلوكسينية وللتسهيل حصول المقاومة من خلال المفاوضات على مكاسب سياسية كما حصلت على مكاسب عسكرية خلال الاشتباك الذي أو خلال فض المقاومة العدون الإسرائيلي الذي حدث خلال الشعر الأخير نعم أستاذ نهاد فيها نحن نعلم أن الأمم المتحدة عينت ثلاثة خبراء للتحقيق بانتهاكات غزة فماذا تنتظرون من هذه اللجنة نعم هذه خطوة جيدة أن قامت المجلس حقوق الإنسان وقامت مجلس حقوق الإنسان بالتابع المتحدة بتعيين مجلس وليس لجنة التقفص الحقار لأنه معنى لجنة التحقيق أنه وارد افتراب بأن جريلة وقعت وأن تحقيق في هذه الجريمة وجمع الأجلة هذا شيء نقدره عاليا نعتبره مقيد وأعتقد أن لو تكون قليلين بمختلف مستمعاتهم لذلك في سواء مؤسسة المجتمع مدني أو ميادة عامة ستتسل للتعاون مع هذه اللجنة من أجل وضع الحقائق وتكون لوائح الابتهام هذا يعني العدو وقابته العسكريين والسياسيين هذه خطوة جيدة للأسس أن عامل المتحدة إلى أمد حد خلال هذه الحرب وساعد في توفير الغطاء للأدوان الإسرائيلي لكن رجل حقوق الإنسان موقفه يعني منذ فترة كان موقفا جيدا نعم وماذا بعد التحقيق وتقديم الأدلة ونحن نعلم أن السلطة الفلسطينية سحبت الشكوى نحن نراهن يعني نحن كفلسطيني كمثقفين فلسطيني نراهن على نكل هذه الوسائق التي تخرج عن المؤسسات على أنها رافعة مهمة جدا للنضال الشعبي الفلسطيني وأيضا غطاء مهم في غاية الأهمية للنضال الشعبي على مستوى العالم أيضا لمصلحة القضية الفلسطينية هذا من شأنه عن يضغى أيضا قيادة السلطة بأنه إذا كان أحرار العالم وإذا كانت المؤسسات الدولية تجرب الاختلال فالنذي كيف وانتنع عن تجريب الاختلال يعني يجب أن يعني يتعرض للعقاب مثل هذا الأيضان لكن العقابه يكون على جميع الشعب الفلسطيني سواء في انتقارات قادية أو من خلال العزل والنبذ لكل من يستنكف عن عداء يجب أن يكون به هذه مهمة جدا حتى مهمة لدفر قيادة السلطة أنت لاحظ أنه الحراك الشعبي في الدفر الأرض يعني الحراك الشعبي في الدفر الغربية الحراك على المستوى العالم غير لهجة القيادة السلسطينية ربما لم يغير السياسات الحريفية على الأرض لكنه غير اللهجة حاصر اللهجة الأولية التي بدأت في بداية الحرب حاصرها وعزلها وأصبح الناس أصبحها ولا المسؤولون يعني على مستقبلهم السياسي والاجتماعي أيضا والحياتي ويتراجعوا عن مثل الان الحالة التي قلنا في بداية هذا مهم جدا رغم موقف السلطة ويفاعد على تحسين موقف السلطة ومش بارنا على تحسين موقف السلطة نعم أستاذ نهاد أنت تعلم بأن السيد راجب طيب أردغان انتخب كرئيس للدولة التركية فماذا يعني هذا الفوز لأهلنا في فلسطين يعني الجميع يعني 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 الرئيس التركي راجب طيب أردغان يخبى بشعبية كبيرة جدا في فلسطين لأنه صاحب يد ضيباء وصاحب يعني مشرفة نحن كفلسطينيين ندرك حجم القيوب التي تعرضوا هالناس ندرك أحيانا القدرات التي يعني ينتقل الآخرون لذلك تبنى مطلب من أحرار العالم ما يستطيع أن يقومون به نحن لا نقول رجل طيب أردغان نحن نقول هذه هي قبيلاتنا هذا الذي نحتاجه من أحرار العالم كل من يستطيع أن يقدم لمساعدتنا في حول معاركنا ستبقى متوعفة أنه هذا احتلال متوحج الشرس احتلال يريد أن يصفي قبيلتنا والمياه لكن كذا شعبنا ومكاومدنا تحتاجت أن تقول لكل أحرار العالم هذا ما نحتاجه هذا ما نريده هذا ما نحن ونحن حاجة عليه لأننا لا نكلف أحدا صفية ونكتفي من أصدقائنا ومن إخواننا ومن أشقائنا ومن أحرار العالم نكتفي منهم بما يصهمون بما يستطيعون له وكل طرف يعني يقدر مصلحته والقلوب والضغوط والضغوط التي يقضع لها يقدرها ويتصرف بناء عليها أما يعني تركيا بكذا أرددان هي أفرح التي بيضاء حقيقة وراجب أرددان له شعبية كبيرة في فلسطين وربما على وجه الخصوص في غلسة نعم سيدي الكريم ما منع الدول العربية والإسلامية بالقيام بمثل ما قام بها أردوان للأسف بأن النظام العرب الرسمي وبالذات النظام السورة المضابة إذا يعني صح لنا أن نسميه بهذه القسم هو صح جد فوضاء حقيقة خاصة في هذا الأدوان حيث تاهم في منح الزفاء سياس لهذا العدوان الإسرائيلي المتوحش على شعبنا ربما لن ننتظر من العنظمة العربية كشعب فلسطيني كمتخبين فلسطينيين نقول لهؤلاء يعني خلوا عننا ارفعوا ألبيكم عننا نحن أيضا نقول للشعوب إهي احتياجاتنا أنتم سلونا الدمار أنتم تعرفونا أننا نخوب حربا نيابة نيابة عن الغمة لكل شعوب أيضا كل من حسب التطاعة وكل من حسب ما يستطيع أن يقوم به نحن ندرك أن الشعوب لذيها تستطيع أن تقوم بلدئ من مقامة به رغم معنا ندرك عطورة ما تتعرض معه الشعوب العربية في معظم البلدان العربية أيضا نحن نطال نقول للناس جميعا هذا ما نحتاجه من أجل أن نصل تعرف يا أخي نحن في ما نحتاجه هو أمرين أن يتركوا لنا خرية أن نتحرك أن لا نريد مساعدتنا أحد أن نتحرك يعني سنعمل سنشتغل سنشتغل سنوفر أموال تساعدنا على تقديم تقديم المساعدات لمن يحتاج أميّة في العالم نحن فقط كل ما نريده من أمتنا العربية من أمتنا الإسلامية أن يفتحوا مجالا لأن نصل لأن نتعامل مع هذه الدنيا بعيدا عن هيملة الاحتلال هذا سيساعد شعبنا كثيرا سيساعد مقاومتنا سيساعد شعبنا على الصمود سيساعد مقاومتنا على الإداء والتصدي لهذا العدوان بشكل كبير هذا هو ما نطلبه هذا هو من كل الأمة وأنا لا أعتقد أن هذا كثير لا نريد جوش تقاتل نيابة عن شعبنا ونريد أموال أيضا صدقا إذا فجحت الطرق أمام تحت الطرق لكي نتواصل مع العالم لا نريد أموال من أحد سيجد أننا نتبرع لمساعدة العخرين نعم نعم سيد نهاد سؤال الأخير السلطة السلطة الفلسطينية تقدمت بمبادرة للجامعة العربية لدعمها للحث الولايات المتحدة أوروبا صين روسيا على إقامة جسور برية جوية وبحرية لإيصال مساعدات إلى فلسطين فماذا تنتظرون من الجامعة العربية فيما يخص هذه المبادرة يعني هذا الجامعة العربية أنا لا أعرف حقيقة سيد يعني الجامعة العربية بعد تلاتين يوم من العدوان يجتمع يحذف ويريدوا تثبيت التهديع والتفاوض حقيقة هذا موقف مخصي من الجامعة العربية لم نعض أمام عشر كلاف جريح أمام عشر كلاف جريح أمام ألفين شهيد لا نستطيع أن نجامل أحد ويجباتنا المسؤولين ندرك أنه روفها صعبة تتعرض للقنا نعذرها ولكن الأنظمة العربية لم نعود نخشل من أحد الموقف كان موقفيا كل ما تحملوا الكلمة وهذا الخضي والعار يعني الخضي وعار كبير على الجامعة العربية وعلى كل المسؤولين حاجلة بالمستويات الرسمية حاجلة طبعاً أنه هناك بعض يعني الدول تساعد بطريق الدول العربية تساعد أرضي أخرى لكن الغالبية إما تقشل من قصي المتفرج أو متواضئة مع العدوان الإسرائيلي على يعني نحن لا ننتظر منهم الكثير لكن مطلبنا هو أن يفتحوا الطريق سنحق مصر النظام المصري الحالي لا أقول مصر النظام المصري ليس منحقيا أن يغلط مع برسع ليس منحقيا أن يحول بيننا وغينا قصر مع العالم قطاع غزة تم احتلاله عام سبعة وستين وعام تحت الإدارة المصرية تحت الحكم النصري لنكن نحن في الحوميين من يحكم قطاع غزة بقى عام تم احتلاله الآن خرج الاحتلال يجب الحديث بيننا وبين نصر يجب أن تعود إلى السابق عدل حتى غزة كان فيها مينة على عد المصرين على غزة تاريخية منذ أكبر عصور ميناء غزة من أشهر الموانئة العالمية ميناء غزة حلقة وفل بين العرب وبين الدير الأوروبية منذ أيام كان عاملين إلى العصر الإسلامي العصر الحكم الإسلامي لم تتراجع مكانة آآ ميناء غزة إلا بعد أن آآ تم حفظ قناة السيرس راجعت قليلا ميناء أهمية ومكانة ميناء غزة لكن طول الوقت فمن حقنا أن يكون هنا ميناء عبر العالم ومن حقنا أن يمتعنا عمر رفح أيضا لكي نتواصل مع آآ يعني العالم الخارجي هذا الذي نريده هذا الذي العالم هن آآ يعني يضغطوه طبعا قبل آآ وإخوانا العرب والمسلمين كل محفظه هن يضغطوا من أجل نحصل عليه وإذا حصلنا عليه فيعني برضى الله خير كل من يساهم في أن نحصل لأن نحن متفاعلون جدا بمدار الأسطور الحرية من كلما كان هذا الأسطور كبيرا وكلما كان في هذا الأسطور مشاركون من آآ آآ مختلف دول العالم كلما تكاثرت الأعلام أعلام الدول اللي يتفع على سفن هذا الأسطور كلما ساعد هذا في آآ حقنا كفلسونيين في أن نحصل على آآ ميناء أو على الأقل سيفاهم ويضغط على المصري في أن يفتح مع ضرطة أمام تحركاتنا كشعد لحروجنا إلى العالم نعم أستاذ نهاد الشيخ الخليل باحث في التاريخ المعاصر كنت معنا من غزة شكرا لك اشتركوا في القناة 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 تنتظر على سفل شكرا جزارة اشتركوا في القناة سننتظر بزانة ولكن لأنني أتظهر المهادة المحنة سأتركوا في القناة نوعا زل الطاكن نبود إغماثنا نهاد شيخ خليل وغين ذموسنا ودغوينيانا التاريخ ديغزة نبود إغماثنا حسان فرحاتي وغا هجير كلين في مولينسن وفي مولينسن وفي آنية يضرون سورك ديغزة مختلفة في مولينسن وفي مولينسن وفي مولينسن، لنظر على محمد في الستيديو، سيد نسقر سيد نوفيا معنا مقبل لكما أدنوغا الغرون، وقامنا بإمكاني تحديث وليت الفيتيا والأدنوغا الغرون افتح الحدود شعب غزي ما بيموت ها يغزي موها يالله نفسي رفع اللواء فريال زندين مصر الحارب أعضاء الله لا غزي موها يالله مجد أننا على عهد ما وراء المحر والمقل عموة كلمة اللشان المسائية في حرم غزي غزي رمز العز غزي غزي رمز العز غزي غزي رمز العز فانات التموا التموا يا شباب التموا التموا يا شباب التموا التموا من هنا ومن أمام مقر السفارة نوجه رسالتنا إلى الشعب المصري الشقيق هبوا لنجدة غزة هبوا لنجدة غزة وأن شعبنا على الحق ولن يتنازل عن برة المنتراب فلسطين تم الشهد يا فلسطين تم الشهد يا فلسطين لا تحريرك يا فلسطين لا تحلم يا عبصانة لا تهتم احنا رح نبذيك بالدم احنا رح نبذيك بالدم حياة طاق حياة طاق حياة طاق يا سيسي اسمع اسمع قتل الشاخ اللي بيرتعك خلوا معركة الشجرة والقستل يا قصبي يا حبيب فشر دمرت الأبيب فشر دمرت الأبيب قام ب Morgen فهي أيضًا 숨ed النار بقيت الان انه يعطى به fin يظن politics كيف hits partido تحديث غزة خلط من التعامل انك이식 اللحنا ا Unity la Scoop holders فقط تيسمة النهو أنا كدنا أساقين يمثل خليف يخلف مع ناس نزرفان بمضان سيلزير أسيني أغم راح بايسك خليف خليف أنا راح أريد مثل محمد، هندق كنا في مستيديو محمد تولادنا نستقساً وردا نستقساً نهاد الشيخ الخليل أفتمر ببعرابن ذي سنين سنين ننبلي ذاين نغال ونتسامنا رس الحكام أجيب ببعرابن أدنو اللي أول نهاد الشيخ خليل دا شو دي نهاد حمد تعبيري ديفك تعبيري ديفك شغول أيونا دي حضرنا ذي الحفز إنك أعرف نكي إنك لا نريد الأموال وأنا نريد الجيوش إنك أعرف نحواجنا ونحواجر العسكر إنك أعطاء بورث إنك أعطاء بورث إنك أعطاء بورث وانا نحواج الجيوس السنية كنفغان نحرك. الشعب الغزاوي ذي الشعب يقحملنا ذي حركة يحملنا ذي قدرش يقحملنا العلم. امكيد انا وتماثنا وردي يضلي ارشي اللي يقموثا من شهدناتنا احمى ربك اللي يخامن تواهدون لكل تواهدون ولكن ارشي اللي اللي زنفون غزاة خمي من امهار اغرب تقليبنا في العالم بسم الله العظيم. فاشهر ترجو سقو عرفنا ثلان لا نقدي دينا لعل شو قدرنا كاقي اثني دي سكر لان الله سبحانه وتعالى مام فرعون ميشي سقو علا سبحانه وتعالى موسى اللي ناس انه يمان اه اول اعزيذانا يووي اول علي لعل ديكر. ثلان كوني اللي زين ما جاء جارتواني ولينا غير شو قدرش محتاجا جاريتم تاثناكا جي لعل دكرنا نرا لهم انفسكم. اذا خسرني دي الدونيث اذا خسرن دي الاخرث اما كار خسرن دي الدونيث بارسكو الازم لكن يقوم بالانعباء حقيرا مما يأتي القرى التي ما تعمل europا ولا تعمل مسئل السبب диا لكن لا يرغب س이ثن لان يرجح ما سال تعمل لأنه ليس جميعاً، لأنه لا يموت بأن أخير، تقوم بأنها تكون كما تقوم بإمكانك بشكل صحيح، فهذا لا يجب أن يتعلم بشكل صحيح، لذلك يجب أن تتعلم. ماذا لم يتعلم بأنه لا يتعلم في سعودية؟ تتطبع العمر ونحن نعمل. لكن الآن يتطبع على النسيات ونحن يتغيب في الناس. وعندما قد يتطبع المؤمنين يتغيبون كل شيء يتغيبون كل شيء يقولون إن تتفض في الاسنس الاعداء ونحن نقضي الحبس ونقضي الحبس. من تطبع العمراء ونحن نجد المُسنة يلغا قريب دمي للبارسون وشيء اللي تحرقوك المدين. ونحن نتصبح مدينة شمال عمراء. ما فادت صراحة العمرة ينفو دي كلاري دي تليفزيون بلين غيغم الدن لازم نتوب إلا قد صفادوكم الدنسي لحفاظوا حال عمرة في مانيكي أبات بربلم نعم 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 عند صلاقارونتي بلين الله سبحانه تعالى وقسي يسي دي كريمينا لذي روح العمرة باش هادي صفادوه مانيس هادي فقلي ماجي ننس أقدو ميس دا فركان نعم بارك الله وفيك أموحاها نكوز ناغماتنا براهيم غربي ياسينا ذي تزورا سلام عليكم أخوة عبراهيم نكوني نظرة باللين المفاوضات هاقي قلان دي مصر اللات فلست الضغوطات تثيم قرانين بشكني المقاومة غا تسرسل السلاحيس واتخذ مذكسيني سيهوان الكيان الصهيوني داشا ردينيك مثلا عبراهيم دقوانشتاكي شكرا عميد بسم الله الرحمن الرحيم تحية إكبار وإجلال للشعب الصدعامة ولأهل غزة خاصة لأن هذه غزة التي بدنائها تصفر التي صفرت بدنائها يعني في قطاع غزة غزة الكرامة والحريصة غزة التي نابت عن الأمة في الدفاع عن فرماتها ومقدساتها وقيمها وحضارتها غزة التي رغم الخزلان العام من طرف الأنظمة العربية والإسلامية والغرب العامة حتى الشعوب لا تستثنى من هذا الخزلان لأنها لم تقدم ولم ترتقي إلى مستوى الصراع إلى مستوى القضية المركزية التي نعرفها جميعا هي تقاوم ورغم ذلك تقاوم باسم الأمة فنقول لحياك الله يا غزة وجزاك الله وعننا خير جزاء نحن نحبك ونحب هواءك ونحب أرضك ونحب طيورك وكل ما يضرب يعني يعيش بغزة غزة التي هي اليوم بفقرة الأحرار تنفذ الغبار أخي حبيد والذل عليها وتنهض من تحتركها غزة المحروقة التي أرادها الأعداء الركور تعلنها اليوم لا تراز عن الوراء أما فيما يخص مسألة المفاوضات التي تجري اليوم في مصر فالأخ أبو مجود يقول نحن في مفاوضات صعدة ويقول هذه هي التهديئة الأخيرة لأنهم في اعتقاد الأخير أنهم أدركوا خطر تمديد مثل هذا بعد هدنة هذا رح يدهم أليسيو كما يقول القوري وبالتالي قد يمسل الشعب وبالتالي قد يحقق هذا العدو الصهيوني منهم يحققه بالسلاح النظام المصري أخي حميد استقبله تحمل وهو مرغم يعني أرغم على ذلك وهي التي صنفتها جماعة إرهابية يعني كيف يصنف هذه الجماعة وهي مصنفة جماعة إرهابية وموجود الرئيس المنتخب مرصي ربيط الصراح إن شاء الله إلا لهذه التهمة فالنظام المصري وعلى رأس هذا السفاح السيسي يكره يا أخي حماس يكره حماس كرهن لو قسم على أهل الأرض جميعا لكفاه لا تكاره وتبغل من بينهم رغم ذلك المصلحة أجبارت النظام على التعامل بسياسة الأمر الواقع لأن أولا النظام المصري لا يملك قراره فهو مرغم ومدفوع من طرف الصهارين والغرب صيف عاما حتى يحافظ على مكانته في الشرق الأوسط حتى يكون هو الواسط الوحيد الذي يبقى في الشرق الأوسط والوسيط العام للأخير بالتالي من ناحية جغرافية هذه معروفة بالأقول من طرف الغرب وإسرائي التحديث كما قلت الذين يرون في مصر الحليف استراتيجي لهم في المنطقة وسياسة الغرب عموم في الشرق الأوسط طلب لهذه الحجرة الزوية فيه النظام المصري هذا الصائع الخاني هناك هناك حماس في الخطأ في واحدة تراجباتية كبيرة وتدرك حجمها والتحيات التحديث لتنتظرها رغم أن هناك من يخطئ حماس خاصة يخطئ جناحها السياسي لأنهم قابلوا بالوساطة المصرية وكانت رغم أن لهم ذريعة يعني ذريعة قوية وهي أنهم يعتبرون هناك منظمة إرهابية كانوا قادرين أن نذهب إلى مصر وعينوا لنا وسيطا غير أو على الأقل إن جاء وسيطا غير مصر غير أننا كاعتقادي ملشت عليهم يعني على حماس وعالمقاومة صفة عامة في اعتقادي أننا ملشت عليهم ضغوط من طرف حلفائهم وهي دولة قطر وكذا تركيا وهما بدورهما أيضاً وهما ملشت عليهم ضغوط ضغوطات أخرى اليوم كان حاجة جديدة أخرى هو فوز أردوغان في تركيا أول رئيس ينتخد مباشرة من طرف الشار هذا راح يعطي دفع أيضاً قوي للمفاوضات وموقفة المقاوة بصفة عامة في إدارة المقاوة عن نظام مصري وعن مع الصهينة بصفة عامة أنا أجدد أقول للإخوة في حماس يظهر لي هما أثقيه هذا فق الواقع وفق المآلات يعرفوا بلي هما محاصرون في الحقيقة بين طرف وما هذا أقول أخي حميد أن الأمم المتحدة تقول بلي ندروا لشنة تحقيق فيما جرى في غزة نقول هذا فيه أمرين أمر أنها ممكن أن الأمم المتحدة اليوم يعني استفاقت وأدركت الأخطاء التي ارتكبتها في حق الفلسطينيين في حق القضية الفلسطينية حق المطالب الشرعية للشعب الفلسطيني الذي هو منذ عشرات سنين هو مسكين تحت الحصار وإلا أيضاً هذا حتى يدفع الوفد الفلسطيني الفلسطيني للتنازل وكأنهم يقول لهم عليش تنازلوا أنتم في هذا المرة وإحنا نتولى أمر إعمار رمضاء إعمار مسألة فتح المعابر مسألة رفع الحصار إلى غذاك من أول وهذا نعرفه بالتجربة أخي حميد أنهم الأمم المتحدة عادة تخضع إلى الغوب السوريون سواء في أمريكا ولا في أوروبا وبالتالي الإخوة في حماس مدركون لهذا الأمر وإن شاء الله الأيام القادمة ستكون لصالح لصالح المقاوم نعم إبراهيم أجيما بغاك أنك تنزل جفتد طيب راجب أردوان جفتدد غواليك بغاك أن هذه الدنيا بذلك كنت جن في موران قنسلمن في موران باراب في فلسطين في مورا يقين ولكن في مورا يقين وردكير تارا أما كيد كير أما كيد كير الطرق لذلك كنت جن سوسمت الأخاذ حتى بعد هذا الصمود البطولي والمقاومة هناك بعض التراجع مواقف الأنظمة العربية والإسلامية والنخط الإسلامية عادة هناك بعض صريحات بعض التجمعات ليعني يريدون أن يستدركوا مفاتهم لأنك وكأن القضية خرجت من أيديهم وأصبعت في أيدي الأطراك وطركيا خاصة على رأسها الآن ستكون هي اللعب الأساسي والفاعل الأساسي في الشرط الأوسط وبالتالي يعني الدول العربية هذه وكأنها تدعم مصر ولا السعودية لاسترجاع ما فقدته سواء من ثقة الشعوب ولا مكانت مكانتها في الأوسط الشعبية مع أنتها هذه الأنظمة العربية والملوك والحكام العرب فقدوا كل ما من شأنه يعني كل مقومات بقائهم على رأسها الآن يعني إن شاء الله سنشهد في السنوات القادمة يعني ممكن يكون ربيع ربيع عربي إسلام بقيادة يعني بدعم تركيا وتركيا أكيد ستغير السياسات تكون على رأسها هذا الدغال إن شاء الله وهو مشكور على ما قاله في خطابه وقال أن هذا النصر يعني انتصاره هو نصر لغزة ونشر نصر الأحرار وشعوب المخورة يعني أصبحوا اليوم يصبحون بالتصريح توحي بأنهم أخطأوا في التقدير نعم ولا شك أن المقاومة حماس خاصة تخرج أقوى مما كانت عليه من قبل وتتحاضر على موقعها ومكانتين في الواقع والأوساط الشعبية كما أن علاقة المقاومة بهذا السمود السحر بإيران وهي فانفاعل أساسي بشكل قصد قد تنتعش من جديد بعد أن ركضت وبردت بسبب الصراع في سوريا نعم أبراهيم أريد أن تتحضر أمم المتحدة يعني في تسعلا في تسعلا في مجرح في فلسطين ولا شابري لأن نذهب وأن الأمم المتحدة تتحضر لأن تتحضر إلى أمم المتحدة أمم المتحدة سوين يعني القوانين أشي ممارد غالر فلسطين القوانين أمم المتحدة أمم المتحدة أن لا سياسة تتغير إلا إذا تغير الموقع يعني مولى موقف الأوليات المتحدة وهذا بصفة عامة هذه هي وسيلة من وسائل الضغط على الشعوب المقهورة وعلى الأنظمة لاتجازهم هذا دور الأمم المتحدة وإلا كيف تفكر أنت أن إسرائيل والصهاين هذين يقصفون مدارس تابعة للأمم المتحدة ولا أحد يحدث مساكنا بالأكثر من ذلك هذا يعني ظلل من طرف الصهاين بعيد أن قيل لهم ما رفح يعني هدمت عن آخرها بسبب أن حماس والمقاومة اختطفت أو أثرت يعني جنود ربكوا في شيء نعم يعني من إسرائيلي هذا الظابط إسرائيلي وهذا ومشا وبدأ يصلح بالتصريعات لابد عن المقاومة أن تطلق صراحة هذا الأخير إلى غيرات ثم بعد ذلك يظر أن هذا هذا الظابط قد دفن وقد قد كلا من طرف المقاومة يعني يعني حط روحه في وحد المكان وحد الإحراج رغم ذلك لم يحرك ساكما يعني الأول المتعدة بالإحقائل لا تتحرك إلا إذا أمرت بالتحرك أمرت بالتحرك أمرت من طرف الولايات المتعام يعني روبي الصهيوني عادة وكم والدليل أخي عنه كم من أشعار كومدوم 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 يدريغون يشف يعني كانت نعم 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 إبراهيم وقيدك ماتنا أبراهيم غربين لمدة سنو السرسيث نعم قداش إلا كودنا قصيل جاء أسينيغ الثاني مرتك أبراهيم محمد أفكا دقيقة يوتك للنغارة نعم أشو أرى أثينيغ الثانيغ كي أتصدق أعرف المسيغ أعود أن أضحكي فأنت أود أن أتكلم على حميد إن شاء الله أرى أن أعود أن أعود أن أعود لأن أشياء القليل أن أشياء الضغطة من أشعب كما تحديد أوروبا ومريقيا التي كانت تحديد أمريكا وإنها المربعة وإنما نتفعها فترة وإنما أن تتعالى وإنما نتكلم عن أشياء المفاوضة بشكل تشوير حيث تشويره نعرف على الحاكم ليست مستطع لتشويره ويسمى السيسور يكمل حسب المستطع حكومة فيها بشكل تشويره لتشويره أتكس في الأسن وكتكسوك في الأسن محناك إذاكي الحجير أنت مني إن شاء الله محمد دهانت تشيدي سيل وقتيو ممانا ما عليس أوي قادي ذاق ديتوالين أثي قادي ذاق ديتوالين ثبط النوفان نغة رفق قرأس دون دينيغ أرجو ثانيغ أزكار لاوناك مايب غربي مستير أزكار دونيغ جيخون ديل هلا اسلام عربي شكرا